ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلتين في الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض أسعار الفائد الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم يوليو 56 سنة إلى 82 دولارا و 68 سنة للبرميل وارتفعت عقود غسطس الأكثر تداولاً 59 سنة إلى 82 دولاراً و 43 سنة للبرميل وزاد الخام الأمريكي 58 سنة إلى 78 دولاراً و 30 سنة للبرميل